يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في النقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أنزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر ثم أدبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدريك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاء إكتا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرين البشر كاللا والقمر والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر إن إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شئ منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهيمه إلا أصحاب اليمين في جنات يتسالون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتينا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفره فروت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتي صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخره كلا إنه تذكره فمن شيء أذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوي وأهل المغفره